كثيراً يقولون أننا نستعدين نتغيره نحن نتغيره نحن نعرف أننا نغيره نحن نعرف أننا نغيره نحن نغيره شيئاً ولكن ما بالطبس نغيره نحن نقوم بها الله عز وجل أعطينا الإجابة على هذا السؤال في أحد الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أيها قصيرة ولكن معنى ديالها كبير التاريخ يعلمنا التاريخ يقررنا أن أي أمة تبدلت أي أمة أو لديها مستقبل مزيان إلا ودرت الشيء الذي ستشعر معك وتنتغسك تديره هذه الأمة ريحات مع رأسها درت واحد ببوز وبدأت تهضر مع رأسها ماذا هم الحويج الذين كنا نقوم بعملهم غلط ماذا هم الحويج الذين كنا نقوم بعملهم أصلاً وبدأوا تكوريجي حاجة بحاجة معاكم البارح كتاب الذي ستشعره أن الحويج الكبار يدرون بطريقة صغيرة حتى أنت في تغيير طريقة فيها جوجة الخطة تنتاجهم الخطة الأولى أنك تريح من نفسك وتنقيها من الحسد والغل والحسد والمقارنة رأسك هذه هي أول خطوة وكتابة وكتابة التغيير وكتابة المساعدة وكتابة 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 لا يوجد مستقبال لا يوجد شيئاً أرجع الحديث الأصل أن الله لا يغير ما بقومين حتى يغير ما بأنفسهم إذا أردت التغيير إذا أردت الخير وإذا أردت حياتك تكون جيدة تغيير ما يبدأ منك تغيير ما يأتي منك لذا أردت من رأسك لكي يصبح لك الأسباب لكي أمامك لكي يصبح لك الأسباب لكي تغيير من عندك ولكن دائما الأساس هو أنت لكي تغيير